على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم خطوة أولى بألف خطوة بيّنت عزم الكاظمي على الإصلاح وعلى الوفاء بما وعد به شعبه فقبل أيام قلائل وعد الكاظمي بأن تكون حكومته شفافة لا حكومة غرف مظلمة وها هو يفي بوعده كما وعد أن تصب القرارات التي سيتخذها في خدمة الصالح العام كما وعدتكم من اليوم الأول هذه الحكومة ليست حكومة غرف مظلمة وسنقول للناس بكل شفافية في أي قرار نتخذ لصالح العام وها هي نتائجها الأولية لا لبس فيها ولا تشكيك ففي أقل من أسبوع على تسنمه زمام الحكومة العراقية نراقبه لم يجلس على عرش السلطة أو يتربع عليه فقد آل على نفسه إلا أن يتربع على قلوب العراقيين الذين جعلهم غايته الأسماء ويتفرغ لخدمتهم ونصرتهم على مظلومياتهم التي تعجز الجبال عن حملها وهو يبدأ البداية التي طال انتظارها قرارات جبارة لم يكن أحدا ليتصور أن أحدا سيتخذها وأوامر حاسمة بيّنت عزمه على المضي في طريق الإصلاح جلسة أولى لمجلس الوزراء برئاسته أعقبها بجلسة أولى أيضا للمجلس الوزاري للأمن الوطني والنتائج غايات طال انتظار العراقيين لها وعلى الرغم من أهمية قراراته وأوامره وكثرتها في فترة لا تتجاوز أسبوعا واحدا إلا أن أكثر ما أثلج قلوب العراقيين جميعا بلا استثناء قراره القاضي بتعيين الفريق الأول الركن عبدالوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب اتخذنا قرار فيما يخص البطل الصديق الفريق عبدالوهاب الساعدي إعادته إلى الخدمة إلى جهاز مكافحة الإرهاب ومن ثم ترقيته لرأسة جهاز مكافحة الإرهاب القرار الذي أعاد للدولة العراقية هيبتها القرار الذي نصر من يجب أن ينصر القرار الذي أنصف بطلا من أبطال العراق الغيارة بطل أقل ما يوصف به أنه أسطورة من أساطير التحرير وسيف بتار ضرب فوق رؤوس التكفيريين وأعناقهم دفاعا عن الأرض والعرض البطل الذي كان قرار إعادته مطلبا جماهيريا مطلقا البطل الذي سطر ملاحمة العزة والكرامة للعراق والعراقيين طيلة عمله في صفوف الجيش العراقي الباسل فمن كانت بطولاته سفرا كالسائدي يستحق الإشادة بما بذل ويبدل ومن كانت بداية قراراته كالكاظمي يستحق أن يحترم ويجل